بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين القوي المتين الناصر بالحق عباده المصطبعفين ولو بعد حين والصلاة والسلام على الشاهد والشهيد نبي الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى نواصل معركة الشرف والصمود في حرب الإبادة المفروضة على شعبنا الفلسطيني الأعزل والتي كان نواتها بالأساس تراكمات اعتداء الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى والأسرى والانتهاكات الصارخة بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس وإحكام الحصار بذراء عواهية أدت في نهاية المطاف إلى الانفجار الكبير الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا وعليه لن نكثر الحديث فالحقيقة باتت واضحة جلية كيان صهيوني خارج عن كل الأعراف والمواثيق ومجتمع ظالم يقف مكتوف الأيدي لا يستطيع أن يحرك ساكنا أو يوقف عدوانا لا بأس فالشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية على الدوام أقوى وأكبر من كل محاولات التصفية البائسة يا جماهير شعبنا ويا كل الأحرار والثوار إننا أمام استمرار الحرب والعدوان وتغول العدو في دماء الأبرياء والمدنيين ومع دخول المعركة شهرها الرابع نؤكد على ما يلي أولا إن هدف العدو المعلن بالقضاء على المقاومة لم ولن يتحقق بأمر الله ولو استمرت الحرب إلى ما لا نهاية ومن يريد أن ينزع سلاحنا سننزع روحه إن شاء الله ثانيا بفضل الله تعالى ما زال مقاتلونا في الميدان يستبسلون كل يوم بالدفاع والمواجهة على جميع محاور تقدم العدو في قطاعنا الصامد علما أن ما يحدث في الميدان على أيدي المجاهدين أكبر بكثير من أن توثقه كاميرات المقاومة وهنا نعلن عن بعض من بأس عملياتنا البطولية والتي كان آخرها إسقاط طائرة استخبارات صهيونية في سماء مدينة خان يونس والاستيلاء على ما فيها من معلومات هامة استفادت منها وحداتنا العاملة ميدانيا بشكل كبير وبفضل الله تبارك وتعالى أطبق مجاهدونا بعدها على آليات العدو بقذائف الهاون والصواريخ والأسلحة المناسبة فضلا عن الإجهاز على قوة صهيونية خاصة تحصنت في أحد المباني وحققنا بفضل الله إصابات مباشرة محققة وسنعرض لاحقا ما يؤكد ذلك بمشيئة الله تعالى ثالثا نوجه التحية إلى أبطالنا ومجاهدينا في كتائب صلايا القدس بالضفة الغربية ولاسيما في مناطق التوغل في طول كرم وجنين وفي كافة مناطق الاشتباك بعموم الضفة المحتلة أولئك الرجال الذين ألهبوا الاحتلال لعبواته من ناسفة والتي كان أثرها واضحا جليا وعلى مرأة الجميع في جباته وآلياته التي تحولت إلى خردة وخراب في حي الجابريات بجنين طوالبة رابعا وأخيرا نحذر المستوطنين الصهاينة ونقول لهم بأن دعوة نتنياهو لكم بقرب عودتكم إلى غلاف غزة هي استمرارا منه لبيعكم الوهم والصراب وقرارنا في المقاومة بأنه لا عودة ولا استقرار بإذن الله طالما استمرت الحرب وطالما استمر القتل والنزوح وسيكون للمقاومة فعلها وكلمتها إن شاء الله ختاما لقد مضى ما مضى ما مضى من المجازر بحق المدنيين والأبرياء ولعل الإنجاز الأبرز لجيش العدو هو براعة تدمير الحجر والبشر بأطمان المتفجرات الأمريكية التي كشفت زيف العالم ومن يدعون الإيمان بحقوق الإنسان ومع كل ذلك لن يكون في نهاية المطاف أمام نتنياهو إلا التسليم بما يقضي به الميدان والذهاب صاغرا مرغما إلى هزيمته التاريخية المدوية بأمر الله جهادنا مستمر وعملياتنا متواصلة والطائفة المنصورة لا تهزم بإذن الله والله أكبر والعزة للإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر